تلقى خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبدالعزيز السعود اتصالا من الرئيس الامريكي دونالد سرامب وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتطورات الوضاع في المنطقة والعالم كما تم بحث الشراكة الاستراتيجية القرن الـ 21 بين البلدين وأهمية الارتقاب التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بينهما كما جرت تأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وقد تطابقت وجهة نظر القائدين في الملفات التي تم بحثها خلال الاتصال ومن ضمنها محاربة الارهاب والتطرف وتمويلهما ووضع الاليات المناسبة لذلك ومواجهة من يسعى لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تأيده ودعمه لإقامة مناطق أمينة في سوريا واتفق القائدان على استمرار التشعر بينهما لتعزيز التعاون الثانائي بين الدولتين وحيال قضايا المنطقة كما أثنى الرئيس الامريكي على رؤية المملكة 2030 وأبدى دعمه لها وقدم خادم الحرمين الشريفين دعوته لترامب لزيارة المملكة كما قدم الرئيس الامريكي دعوته للملك سلمان لزيارة الولايات المتحدة الامريكية وقد اتفق القائدان على جدولة الزيارات في الفترة القادمة وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين بلدين بشكل اكبر وازي عمق العلاقات التاريخية بينهما ترجمة نانسي قنقر